إيه كمان أسهل لا بص مش عارف عندنا اللقطات جاهزة ولا أنا عايز كمان أكرم توفيق الحياة يلا إن شاء كل حاجة تبقى جاهزة إن شاء الله يعني في غير اللقطات ماتش النهاردة شو كان إنت جيبت سيد أكرم توفيق مبدايا عشان في وسط الأحداث والإمام والسام والحسين والمروان أكرم بيتوه دايما في النص بالظبط يمكن أكرم أعتقد اللعيب الوحيد اللي في الدوري أخذ تلاتة مانوف ده ماتش وراء بعض مع الأهلي أو في الدوري كله وفي نفس الوقت أكرم دوره النهاردة هو إمام فيه صورة كده هنعرضها موجودة عندنا هم كام قطعوا كام كورة وقوة الأهلي في الضغط العالي ونوع الضغط اللي هو الضغط العكسي الأهلي الفرقة اللي بتخسر الكورة في حاول يجيب الكورة ما كان وأكتر اللعيب بيعمل ده في الأهلي كواس جدا أكرم توفيق أكرم ليه تلات مساهمات في تلات مباريات بره ماتش النهاردة على طول أول بص يعني بتعايز اللقطة دي ولا الصورة طبعا لا بص اللقطة دي ده جون فاركو القطعة دي من أولها أكرم توفيق يعني بص على طول بص طاهر رايح وبص اللي جاي على طول يضغط ده أكرم توفيق أكرم توفيق رايح يضغط الكورة من ضغط عكسي هيجيب الكورة لأهلي تماشي بقى عادي خالص هيروح يعمل كورة عرضية الأهلي يسجل منها جون وبيفوز الماتش ده على فاركو اثنين واحد مساهمة من أكرم توفيق واحدة من أدواره الكتيرة في الضغط العكسي هيعمل نفس الأداء ده أعتقد في ماتش الدخلية برضو عمل نفس الضغط جاب الكورة للأهلي مرة تانية فالأهلي يقدر يسجل جون محمد مجدي أفشا في الدخلية وبعدين يعمل نفسه الدور مرة تانية في ماتش الاتحاد السكندري يقمن ثلاث نقط للأهلي لو اللقطات لما تتعرض اللقصده أن أكرم توفيق كوة جبارة في نص الملعب الحقيقة في جزء لي علاقة بكابتن حسين حسن أول ما كابتن حسين مسك المنتخب وأكرم نضم لعب في نص الملعب أتمنى أن نقفل قصة أكرم بك رأيدي حكامل احترامي والله أكرم لعب في نص الملعب هو رجل أداهر شكل أداهر اسمه مؤدي هايل وبعدين هو قوي جدا يا كريم في الضغط قوي جدا وشارس وخلي بالك في معطشات كتير جدا ياخد الكرة اللي بالطول دي كولر بقاله فترة ما بعد يعني إصابة عليه معلول وأن حسين الشحات هو اللي موجود وكريم فؤاد تحديدا هو اللي باكلفت إن كريم باكلفت بيمشي كده ويعدل الكرة لجوه على يمينه بدأ الأهلي يرجع تاني يعمل الحركة بتاعت حمدي فاتحي إمام ودايما هنتلاقي كولر في المطش عمال يعمل لهم كده إمام وأكرم والاتنين يكملوا بالطول فأكرم كمان بدأ يتطور أن يروح يسلم الكرة في المساحة على طرفة من أطراف الملعب قوي جدا في الضغط لما الراجل دا يكون مساهم في ثلاث تجوان في ثلاث مباريات النهاردة مستخلص الكرة حوالي 11 مرة أعلى لعيف في الأهلي هو مروانة عطية أرقام كبيرة جدا لأكرم قوة سيبك بقى من التدخلات العنيفة والحاجات دي دا جزء من مهام لعيف نص الملعب لكن هو اتطور كتير جدا إنه يقدر يضغط يجيب الكرة للأهلي ودي قوة الأهلي إن انت خطبت مني الكرة قدام أنا هجيب منك الكرة قدام وحولها لهجمة والحقيقة دا كريدت كبير جدا يروح لكولر في المجمل لإنى وسامة وعلي نفسه بيعمل دي وسامة وعلي فان شباب بيتكلم وسامة وعلي بالقامة دي برغم إنه طرية لعب الأهلي ممكن عشان غياب معاول ما بيلعبش كرصات كتير بس الراجل دا لو اتطور في اللعب براسه هيكون قوة جبارة جدا للأهل إنه هيبقى عنده قوة في ألعاب الهواء عنده قوة في التحرف في ظهر الديفنس هو محطة كويسة جدا بيستلم ويلف ويعمل ترنت أعتقد الباكتش دي مع القوة والأساسية بتاعته في الضغط والضغط العكسي هيكون كولر أسعد بني أدم بوسما أبو علي بالتاقي